هنا لازم نحط بعض الأسئلة يا جماعة إذا سمحتونا يعني واحد هو هل فعلاً الكونجرس هيبقى مستعد لتمديد هذه الدعوة أو تظل هذه الدعوة مفتوحة أمام بن يمين نتانياهو في واشنطن العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية أو لا لا إن كانوا عقلاء فعليهم أن يسحبوا هذه الدعوة فور طيب ده إذا كانوا عقلاء من ناحية تانية هل إسرائيل هتبقى قادرة على فتح الجبهتين يعني جبهة الداخل وجبهة الحدود مع لبنان وتحديداً على خط التماس مع قوات حزب الله وهل إن كانت مستعدة لفتح هذه الجبهة هل ده معناه أن إسرائيل مستعدة للاستمرار لوحدها ولا إن هي سوف تستمر في طلب المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وإن استمرت في طلب المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية هل أمريكا مستعدة لتقديم كل هذا الدعم المستمر لإسرائيل في حين أن لازال لديها جبهة أمريكية مفتوحة في أوكرانيا فهي الداعم لأوكرانيا بصرف النظر رأيك في اللي بيحصل إيه هي أمريكا تعلن أنها الداعم لأوكرانيا فأنت عندك سلاح وفلوس بتروح لأوكرانيا وسلاح وفلوس بتروح لكيان الصهيون المحتل للأراضي العربية السؤال المهم جدا لأعضاء الكونجرس هم هيبرروا هذا الانفاق أمام منتخبيهم إزاي يعني أمام الناقب هيقولوا إيه لما تبقى أمريكا بتدفع كل هذه المبالغ تحديدا لإسرائيل سيبك من قصة أوكرانيا خالص إنت هتبرر ده قدام الناخب بإيه هل بنفس النغمة الأديمة بتاعة المقاومة إرهابيين حماس إرهابيين إحنا مش عايزين يبقى فيه حاجة اسمها الناخب الأمريكي النهاردة عنده زخم أو فيه زخم كبير جدا في الشرع الأمريكي يمكن تكونوا شفتوا المظاهرات اللي قدام البيت الأبيض في واشنطن عاملة إزاي مظاهرات دي بالمناسبة مش وقفة علشان الفلوس مظاهرات دي الناس وقفة علشان خطر الحق الإنساني للبني آدم الفلسطيني للإنسان الفلسطيني لأجل البشر في فلسطين تخيل بقى لما يبقى فيه كلام آخر متعلق بأنه أنا بدفع من جيبي ضرايب عشان أنت تروح تتبح الفلسطينيين أظنه خطابا عادلا صح ولا إيه؟ وأظن لزاما حتى على الأكاديميين أو أصحاب الرأي أو كتاب المقالات اللي موجودين في أمريكا أن يعرضوا هذه الصورة بمنتهى الوضوح وقد تكون هذه الزاوية مفيدة مفيدة لإيه؟ لأجل أنه أعضاء هذا الكونغرس إذا كان موقرا أو غير موقر هيستقبلوا هذا السفاح الأحمق فليساءل بقى أنت عملت إيه؟ ويساءل بقى إذا كانوا فعلا مصرين على استقباله أنت إزاي مستمر في ده؟ ويا ترى هل ترى هل الكونغرس هيوقف مساعدات ولا لسه؟ الخوف كل الخوف من أنه هذا الكونغرس هو الملعب الرئيسي لللوبي الصهيوني وللإباك ده الخوف طيب وإحنا كعرب هنعمل إيه؟ مصر الأردن قطر هيعملوا مؤتمر الدوحة طيب والباقي هنعمل إيه؟ وهنناقش إيه في المؤتمر؟ وإيه وسائل الضغط اللي إحنا لازم نناقشها؟ واللي اللي زامن علينا استخدامها الموضوع أصبح إلزامياً ميان